بعد انتشار النزاعات العشائرية دون حلول جذرية من القوات الأمنية والجهات الحكومية بدأت تشكل خطورة على السلم المجتمعي لتصل حد غلق المدارس إذ قامت مجموعة مسلحة بغلق مدرسة منار الهدى في قضاء قرمة بن سعيد جنوب محافظة ذيقار لتثير صخطة جهات المعنية لتكون الردود التعليق والدعوى وانتظار الحلول طبعاً آخر اعتداء اللي حدث في المحافظة واللي سبقه حوالي أكثر من 25 اعتداء مسجلة لدى الشعب القانونية هو على مدرسة منار الهدى وهذا الاعتداء يجي من قبل الملثمين طبعاً شروع بالاعتداء ملثمين طوقوا المدرسة وإدارة المدرسة بقت داخل المدرسة واتصلت بالشرطة ومنحسوا هؤلاء بأن الشرطة جاية بالطريق اختفوا من المكان هناك اجراءات قضائية بحق أي اعتداء يجرى من قبل أي طرف كان وهناك اجراءات قانونية تتخذ بحق المعتدين مهما كان الاعتداء صغيراً كان أو كبيراً فيما يرى المراقبون إنما حصل سابقة خطيرة نزاعات مسلحة وغلق مدرسة إذن يجب أن تكون هناك وقفة جادة من الجهات المعنية ما من المعقول المشاكل العشائرية أو المشاكل الشخصية تنقل إلى المدارس وإلى دوائر الدولة هذه المشاكل هي بعيدة عن هذه الأمور المفروض التربية والجهات المعنية والأجهزة الأمنية تأخذ دورها بحفظ هيبة الدولة في ظل المشاكل الاقتصادية والأمنية والعشائرية التي تشهدها المحافظة لتدخل على الخط المشاكل التربوية وعلى إحدى المدارس بعنوان مغلق بأمر السلاح لقناة واني نيو سار شنون الناصرية